حيوانات خطيرة للغاية؟ بالرغم من أن شكلهم يتصف بالبراءة أهلا بكم في أعرف، علمنا كبير جدا يضم أنواع وأجناس مختلفة متعددة من الحيوانات والطيور والحشرات وهذا يعني أننا لدينا فرصة كبيرة للتعرف على كل حيوان ومعرفة الخصائص التي تميزه عن الآخر هذا ما سنفعله اليوم لكننا سنخص بالذكر بعض الكائنات الذين يظهر عليهم البراءة بالرغم من أنهم خطيرين جدا قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ 1- البجعة حتما لو كنا سنتحدث عن الكائنات الخطيرة المفترسة ثبلا شك سنتكلم عن طائر البجعة ذي الفك القوي الكبير حينما ننظر إلى هذه المشاهد التي تظهر فيها البجعة ندرك أنها واحدة من الطيور اللطيفة لكن الغريب للغاية والذي لا يعرفه الكثير من الناس هو طريقة إطعام الوالدين من هذه الفصيلة لأبنائهم الصغار من الطيور في البداية يذهبان معا حتى يتناول السمك بمختلف أنواعه وأحجامه وحينما يعودون للصغار يقوم كلا الوالدين بالتقيؤ وإخراج ما بداخل المعدة حتى يتناوله الصغار والبعض الآخر يفتح فمه بدرجة كبيرة ويقوم صغيرهم بوضع رأسه بالكامل داخل فم والده حتى يتمكن من تناول الطعام وأصبحت تصنف على أنها من الطيور الخطيرة والمفترسة نتيجة لأنها كانت تلتهم العديد من الحيوانات الأخرى كالفئران وطيور المختلفة للحصول على الطعام حتى أنهم قادرين على الهجوم على البشر وهذا ما حدث في عام 2014 في أستراليا حيث هجم طائر البجعة على أحد السائحين لسرقة الطعام عندما تنظر إلى هذا الكائن الصغير تدرك أنه لطيف ووسيم للغاية لكن هل تدرك مدى خطورته وعنفه؟ تتمثل خطورته في أنه واحد من الحيوانات السامة التي تشكل خطرا كبيرا على كل من يقترب منها حيث أن أقدامه الأمامية تحتوي على نوع خطير من السم يؤذي كل من يلمسه هذا السلاح الفتاك يعد من أقوى الأسلحة التي يستخدمها للقضاء على مختلف الفرائس والهجوم على الدخلاء كما أن الرأسه تشكل ألما كبيرا للغاية على كل من يفكر في الهجوم عليه لأن السم يتكون فوقها لديه عضة مؤلمة وموجعة للغاية بالرغم من صغر حجمه كما أن السمه قادر على قتل العديد من الحيوانات وقادر أيضا على إلحاق العديد من الأمراض والأوجاع للبشر وفي بعض الحالات قد يؤدي للوفاة ثلاثة الغزالة والحمراء من المؤكد أنه حينما تسمع كلمة غزالة يطرأ ببالك حيوان لطيف وجميل وذو منظر جذاب وبلا شك ستكون على دراية بأن هذه الحيوانات نظيفة ولطيفة ورائعة ولا تتسم بالعنف على الإطلاق لكن بالرغم من ذلك هو خطير جدا ومن الممكن أن يسبب الوفاة للعديد من الأشخاص حيث أوضحت الإحصائيات أن نسبة الوفاة من قرون هذه الغزالة أكبر بكثير من الوفاة من أي حيوان آخر يزداد عنف هذا الحيوان بالأخص في موسم التزاوج لذا يجب الابتعاد عن الغزالة حتى لا تعرض صحتك للخطر ويجب عليك مراقبة الطريق بعناية حتى لا تصدمها بالصدفة وتتعرض لمشاكل عديدة من الممكن أن تعرضك للموت أكد الكثير من العلماء على أن الحيوانات ذات الألوان اللامعة البراقة من الممكن أن تكون واحدة من الحيوانات السامة الخطيرة التي يجب الابتعاد عنها وعدم لمسها حتى لا تعرض حياتك للخطر ومن هذه الكائنات الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء يعيش على سواحل المحيط الهادي وهذا ما يجعله واحدا من الكائنات السامة الخطيرة التي تشكل خطرا على كل من يقترب منها يكثر وجوده في اليابان وفي أستراليا كما أن كمية السم التي توجد داخل كل اخطبوط كبيرة للغاية ومن الممكن أن تسبب الوفاة على الفور ولو تعرضت للدغ من قبله في يوم من الأيام يجب أن تذهب للمستشفى على الفور وإلا ستصاب بأمراض خطيرة وتنتهي حياتك في وقت قليل لا ينكر أحدا أن الباندا تعتبر واحدة من الحيوانات اللطيفة للغاية التي تنل دهشة وإعجاب كافة الناس بسبب ملامحها البسيطة وتصرفاتها الهادئة ولكن لا يجب أن ننسى أن الباندا في الأصل دب لما يعني أنها لديها عضلات قوية ومخالب كبيرة وجسد ضخم لديها فك قوي وأسنان حادة وهذا ما يجعلها قادرة على أن تسبب أضرارا ومخاطر كبيرة لو قررت الهجوم على أي شخص آخر وعلى سبيل المثال ما يحدث في حديقة بيجين كل السنة حيث يدخل العديد من السياح إلى الحديقة ليشاهدوا الباندا والتي تهجم عليهم كثيرا وتسبب لهم أضرارا جسيمة تودي بهم إلى المستشفى لا تجعل حجم هذا القنديل يخدعك من المعروف أن حجمه حوالي حجم الضفر في الإصبع حيث إنه لا يتعدى ثلاثة سنتيمترات فقط لكن بالرغم من صغر حجمه إلا أنه خطير للغاية ويشكل أضرارا على كل من يقترب منه حيث أن السم الخاص به يسبب لك أعراضا ومشاكل جسيمة حيث يؤدي بك في النهاية إلى الهلك كما أنه شفاف للغاية لما يجعل عملية ملاحظته في المياه أمر صعب للغاية هذا ما يشكل خطرا علينا وعلى باقي البشر وكالعادة ينتشرف أستراليا في المياه المحيطة بها لما يجعل أستراليا من المناطق التي تضم مختلف الحيوانات الخطيرة بمختلف أحجامها وأنواعها يعتبر الدولفين واحدا من الحيوانات الذكية للغاية مقارنة بباقي الحيوانات حتى أنه يتصرف بلطافة كبيرة مع كافة البشر ويتميز بأنه صدوق وعطوف بدرجة كبيرة لكن بالرغم من كل هذا فهو يعتبر من الحيوانات العنيفة بلديه فك قوي ومفترس وأسنانا حادة تلحق ضرارا كبيرا بكل من يقترب منه عض واحدة وضرب واحدة منه من الممكن أن تلحق بك أضرارا جسيمة تؤدي لكسر في عظامك فهو يقوم بصحب الإنسان من سطح المياه للقاع ومن ثم يبدأ في افتراسه هذا ما حدث في عام 1994 في البرازيل حينما هجمت دولفين على أكثر من 28 شخص وألحق بهم أضرارا جم ثمانية فأر ديبودينيا لدى هذا الفأر السم خطير للغاية قادر على إلحاق مختلف الأمراض والأوبئة بكل سكان إفريقيا وهذا ما يجعله قادرا على قتل شخص من بين عشرة أشخاص ولهذا تحاول مختلف دول العالم تجنب هذا الفأر نتيجة لأنه مميت وقادر على نشر عدوى وفيروسات خطيرة بين البشر بالرغم من أنه صغير جدا ولطيف إلا أنه قادر على الفتك بحياة أي شخص يحاول اللمسه أو الاقتراب منه 9- الأوز بالرغم من أن الأوز يعد من الطيور المشهورة التي تتسم باللطافة والبراءة بين باقي الطيور إلا أنه خطير للغاية هو من الممكن أن يلحق بك مشاكل عديدة هذا ما قد حدث بالفعل عام 2012 حينما تمكنت واحدة من الأوز من قتل رجل يبلغ من العمر 37 عاما عن طريق توجيه العديد من الضربات القوية إليه إذ أنه كان في المياه ومن ثم هجمت عليه وألقت به في المياه الباردة ووجهت له عدة ضربات وهذا لم يجعله قادرا على النجاة من هذا الموقف ولذا انتهى به الأمر بالموت كما يقال إن وزن هذا الطائر يتراوح من بين 13 إلى 15 كيلوغراما 10- الكنغر يعتبر الكانغر واحدا من الحيوانات القوية الذي من الممكن أن يواجه لك ضربة قوية على صدرك تصيبك بأضرار كبيرة حيث إنه يقف على ذيله وهذا ما يجعله قادرا على تسديد ضربة قوية تسقط كل من يقف أمامه وينتج عن هذه الضربات كسر في العظام وألاما عدة يقوم بعمل هذا الشيء نتيجة لاقتراب العديد من السياح منه لالتقاط بعض الصور لذا احرص على حياتك من هذا الكائن حتى لا تواجه مخاطر كبيرة 11- الكوالا يظن الكثير من الناس أن هذا الحيوان لطيف للغاية لكن ما لا يدركه الكثير هو أنه خطير جدا ومن الممكن أن يلحق بك أضرارا كبيرة حيث إنه ينام ما بين 20 إلى 22 ساعة وباقي اليوم يقوم بارتكاب مختلف المشاكل الخطيرة ومن أكبر الكوارث التي ممكن أن يشكلها هذا الحيوان هي الإصابة بمرض كالاميديا المتدثرة الحثرية هي نوع من البكتيريا تتكاثر فقط في الخلايا البشرية وتسبب الورم الحبيبي اللنفي المنقول جنسيا والتهاب الإحليل الغضروفي والتهاب عنق الرحم لذا يجب الابتعاد عنه حتى تتجنبك كل هذه المشاكل الخطيرة وتحافظ على حياتك وحياة من معك لأنه ينتقل بكل سهولة بين البشر أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء